احتفل العالمه في الثامن من مايو آيار باليوم العالمي للحمير ويهدف هذا اليوم للفت الانتباه لأكثر الحيوانات التي خدمت البشر على مر التاريخ قبل كنا نشوف حمير بالشارع بشكل كبير يعني بالشوارع بالقطع أراضي الفارغة حاليا نسعت اختفاء كبير لهم واسمع يروحون محد يعرف في الموصل يبدو أن لفت الانتباه لهذه المناسبة كان بطريقة أخرى بعد أن ضبطت الرقابة الصحية خمسين حمارا تزامنا مع هذه المناسبة في أيمن الموصل يقول أصحابها إنها معدة للبيع خارج المحافظة لكن ذلك لم يغفي شكوك ذبحها قمنا بجولة تفتيشية في منطقة باب سنجار وتحرينا عن الموضوع وجدنا ما يقارب الخمسين حمير تقول الرقابة الصحية إنها تلقت بلاغا بوجود هذا الموقع المخصص للحمير وإن شكوكا تحوم حول ذبحها لكن ذلك لم يتأكد مؤكدين أن بيعها لأصحاب معامل الطابوق في المحافظات الجنوبية مجدنا معلومة بأن هذه المجزرة لذبح الحمير طلعنا فوجدنا الموجود الذي موجود قدامكم بالكاميرا موجود من ضمنها حواوية متفسخة ومحروقة واتخذنا الإجراءات القانونية بحق المخالفين وبينما يذكر العالم في هذا التوقيت بأهمية هذا الحيوان الذي لم يتم الاعتراف بمساهماته وتقديم خدماته للإنسان إلا أنه في العراق ما تزال المخاوف من بيع لحوم الحمير خصوصا بعد ازدياد الطلب عليه في الموصل لبيعه في جنوب العراق من الموصل جمال بدراني الشرقية نيوز ترجمة نانسي قنقر